صارحة في القانون الجزائري من المادة 15 من المرسم التنفيذي 68-254 التي تتحدث عن التطابق الكمي والنوعي لمناصب التكوين في الدكتوراه وفق الاحتياجات للجامعة أي أنه لا يتم فتح مناصب للتكوين إلا إذا كانت هناك احتياجات كمية ونوعية معبر عنها اليوم هي وقفة إعادة الاعتبار كما قال زميلي لهذه النخبة تواجد بها مئات حميليشات الدكتوراه والماجستر من مختلف التخصصات مختلف الجامعات وكل ولايات بما فيها طلباء الذين تلقوا تكوينا خارج الوطن ولا هم الحق في توظيف مباشر إلا أنهم لم يتحصلوا على هذه المعادة نعم دكتور طهر رئيس سنة التخرج يعني كم سنة وأنت ممكن نتحدث على عينا أنتم عينا من الكثير من دكاتر الذين هم بطالون وفيه أساتذة أيضا يعملون بالساعة على ما ساعة الإضافية نعم ساعة الإضافية نعم ساعة الإضافية ممكن نتحدث عن هذه الوضعية والسنوات التي قضيتمها أنتم بطالون بالنسبة لي كشخصيا سنة التخرج سنة كانت 2019 نعم بعد خمس سنوات لإعداد الأطروحة نعم وكان بعض الأساتذة بعض الكثيرة منذ 2010 منذ 10 سنوات أو 15 سنة نعم وهو بطال في المقابل نجد أنه التوظيف طال بعض الأساتذة لدينا ندرسون الساعات الإضافية حاصلين على شهادة الليسانس ولما تدفع الملف في التعاك أنه باش تدرس الساعات الإضافية يرفض لأسباب غير معروفة وتبقى مجهولة نعم فيه أيضا دكتور محمد طهر حمود أنه فيه أساتذة لم هو يعمل بساعات إضافية لكن لم لم يحصل على منصب دائم نعم نتحدث عن الأساتذة المؤقتين نعم كأساتذة المؤقتين نحن نغطي نسبة كبيرة من ساعات التدريس في الجامعات الجزائرية بمبلغ زاهد وفي بعض الأحيان وبعض الكليات لا تدفع حتى مستحقات حميشات الدكتورة والماجستار كأساتذة مؤقتين كذلك أي أن هناك احتياج حقيقي داخل الجامعات للأساتذة الدائمة نعم يتم تغطيته بالأساتذة مؤقتين يعملون بالمؤقتين لماذا لا يتم إدماجهم برأيك أنتم عندكم تواصل بالوزارة الوصية ما كان الرد فيه اللقاءات هل جمعتكم اللقاءات بالوزارة الوصية قبلا لم تكن أي لقاءات لم تكن أي إجابة لا عن أسئلتنا كمطالبين بحقنا كدكاتر بطالين وحميشات ماجستار لا إجابة عن أسئلة للنواب حتى أسئلة نواب البرلمان لم يتم الإجابة عنها التي كانت في الأربع أشهر الماضية لا من الوزير السابق لا من الوزير الذي قبله كذلك فيما يخص هذه الوقفة اليوم صحيح أنها تكللت ربما بلقاء مع أمين العام لوزار التعليم العالي وهذا الشيء إيجابي طبعا ربما هو في إيجابي من ناحية أنها أول لقاء لكن نظرتنا إليه أنه لم يكن إيجابي لأنه صرح بأنه لا يوجد توظيف مباشر ولم يتم مناقشة النصوص القانونية التي تعبر فعلا عن الحق في التوظيف المباشر كذلك صرح بأنه هناك مناصب عدد من المناصب ستفتح ربع ألاف ككل سنة يقال أنها تلتألاف حوالي تلتألاف مناصب لكن إحصاؤها لما تم إحصاؤها تقريبيا فهي لا تتجاوز ألف مناصب كذلك هناك عدم تكافؤ الفرص في التوظيف لماذا عدم تكافؤ الفرص هناك من تلقى تكوين إقامي بالخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر نعم يتحصلون على امتياز وهو التوظيف مباشرة باختيار إحدى من بين ثلاث جامعات وهو ما يأخذ الحصة الأسب من تلتألاف مصد المفتوحة نعم بالرغم أننا طلبة سجلنا في نفس الجامعة وفرص التكوين في الخارج غير متكافئة هناك بعض الكليات حيث لا يوجد ولا دكتور واحد تلقى تكوين في الخارج خاصة في تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسان نعم بالنسبة لعدم تكافؤ الفرص دكتور رايس كيف نتحدث عن عدم تكافؤ الفرص وأنتم تقريبا تحميلون نفس الشهادة من وقفوا في الوقفة الاحتجاجية لهم نفس الشهادة يعني إما متحصل على الماجستير أو طالب دكتورة أو متحصل على شهادة دكتورة كما إضافة للزاميني أنه قال عدم تكافؤ التخصصات أو تكافؤ الفرص بما يعني أنه تكافؤ الفرص بين عدد الطلباء أو عدد الأساتداء الأساتداء اللي درسونا لطور الأول والتاني شهادة الليسانس والماستير والمنص المفتح مختلف المفتح نجد أنه طالب شهادة الليسانس يقري طلبة الماستير نعم مع العلم أنه الوزارة التعليم العليم على ديراية بنقص وهناك نقص في المناصب نعم نقص في الأساتداء على مستوى الجامعات والأقطاب الجامعية وفي بعض الأحيان نجد مثل أقسام العلوم السياسية هناك غلق بعض الأقسام السياسية تخصصات هي تخصصات ما فيهش أستاذ يعني لعدم وجود أستاذ تم غلق هذا التخصص لعدم لا ليس لعدم وجود الأساتداء وإنما خلق أقطاب أقطاب العلوم السياسية جهوية نعم مثل قسم العلوم السياسية بيغي لزان كان يريد غلقه قسم العلوم السياسية لجامعة مستغانم وفتح القسم العلوم السياسي لجامعة تيرت كقطب جهوية يعني هذه الأقطاب التي فتحت خلقت يعني خلل على مستوى الدكاترة على مستوى الأساتداء فضل عندك كلمة فيما يخص عدم تكافؤ الفرص هناك عدة أشكال لهذا لعدم تكافؤ الفرص من بينها وأهمها هو أنه فتحت تخصصات دقيقة في عدة شعب لكن عند انتهاء المدة الزمنية لهذا للتكوين في الدكتورة في هذه التخصصات وهو أربع سنوات هذه نفس الكليات أعطت تسميات دقيقة للتخصصات لا تفتح ولا منصب واحد للمتخرجين فيها ويطلب اسم دقيق للتخصص هناك بعض التخصصات لما تشارك في مسابقة دائما هي تبدأ متأخرة بنقطتين فيما يخص التخصص المطلوب لأنها تخصصات دقيقة وكانت موجودة في كليات كانت عندها حصرية في بعض الكليات لا تفتح الكليات الأخرى كذلك هناك نوع من التلاعب في التسميات هناك بعض تسميات التخصصات لها نفس المحتوى لكن تسميات التخصصات هناك فيه تلاعب تسيير المنظمات وتسيير المؤسسات نفس التخصص بنفس المحتوى لا التسمية بسبب التسمية قد لا تقبل ملف الترشح كذلك نفس ملف الترشح لنفس الشخص في نفس التخصص بنفس التخصص في المسابقتين يدفع ملف في جامعة جيجل يتعطى له علامة ثلاثة مثلا في جامعة أخرى تعطى له العلامة نفس الملف أي أنه معايير الإتيقة التي لأحدد كذا نحن نطعن في المسابقة شكلا ومضمونا كذا كثيرا لماذا؟ لأن المادة 34 من المرسوم التنفيذي الذي يحدد القانون الأساسي للأستاذ الباحث ينص على أنه يتم التوظيف في مصب أستاذ مساعد بمقرر من رئيس المؤسسة بتوظيف على أساس الشهادة والمنشور سبعة للوظيف العمومي يحدد معايير انتقاء لمسابقة على أساس الشهادة نعم وأكد على أنه في المادة 80 من قانون وظيف العمومي لا تنص على معايير لتوظيف على أساس الشهادة فهو توظيف مباشر لكل من تلقى تكوين متخص نعم دعني أعود لدكتور طهر رئيس هذه الوقفة أنتم ماذا تريدون بالإضافة إلى مناصب يعني التوظيف في مناصب مباشرة خلال هذه الوقفة الآن اليوم ممكن تمد مقترحات ممكن تمد حلول من هذا المنطق نريد التوظيف المباشر نعم إضافة إلى زميلة وشقال طهر خلال عملية الانتقاء للدخول للضفر بهذا المنصب داخل الجامعة أصبحت الآن تفتح هذه المناصب الشغل الشخص المعين الشخص المعين الشخص المعين أنه تفتح حسب أهواء وحسب مبتغى أطرف داخل كلية سواء رئيس الجامعة أو رئيس المحد أو رئيس الكلية مثلا نطيق أن أستاذ يدرس الساعات الإضافية تفتح يفتح له المنصب حسب تخصصها لكن فيه شروط ومعايير وفيه قانون يحكم هذا الأمر مثلا الساعات الإضافية تمنح لها العالماء أكثر من نشر مقال أو نشر في مجلة علمية أو الحسب الشهادة خاصة كذلك نقطة الانتقاء على نقطة المقابلة الشخصية مع اللجنة الانتقاء نعم لك إضافة نعم ملاحظة فقط لماذا نحن نطعن في شكل المسابق قلت أن المادة 34 تعطي تفصيل في عملية التوظيف هناك فقرتين فقرة الأولى تقول توظيف على أساس الشهادة للحاصلين الشهادة الدكتورة الفقرة الثانية تقول مسابقة على أساس الشهادة للحاصلين على الشهادة ماجيستا أي هناك تفريق بين توظيف على أساس الشهادة والمسابقة على أساس الشهادة أما عمليا في المسابقات فيتم تطبيق معايير المسابقة على أساس الشهادة على حامل شهادة الدكتورة وهو ما لا يعطينا الحق في الطعن في نتائج المسابقة وهي إحدى فضائح المسابقات حيث لا يمكن معرفة نقاطك بكل دقة العلامة المحصل عليها في بعض الإعلانات عن النتائج ولا يمكنك الطعن وفي أحسن الأحلاس يقبل الطعن الكتابي من قبل الجامعة لكن تكون الإجابة متأخرة وغالبا ما تكون بالإجابة هي رفض الطعن من أساس لماذا؟ لأنه لا يمكن متابعة هذا الطعن مقارنة بما هو موجود في النصوص القالونية نعم جميل دكتور محمد طهر حمود دكتور طهر رئيس يعني إذا أخذنا الآن الجامعة في سياق ما يحدث لحاملي شهد الدكتوراه والماجستير الجامعة ووضع الجامعة في الجزائر الآن وأنتم حلقة مهمة في هذا النظام هذا الجامعي أو في هذا المنظومة اللي هي الجامعة ككل يعني كأسات إذا أنتم حلقة مهمة من الجامعة هي الجامعة الجزائرية كيف تنظر للجامعة الجزائرية من زاوية أنك الآن لم توظف لحد الآن كأستاذ في الجامعة مع أنه تملك شهد الدكتوراه نحن الآن نطالب التوظيف المباشر أما إذا كانت تحدثنا على الدخول الجامعي أو الوضع الذي تعيشه الجامعة ككل كيف ترى أنت؟ تتدرجت كطالب الآن أركت حلم الآن ستصبح حلقة في هذه الجامعة يعني ستصبح أستاذ في الجامعة أكيد هذا هو مطلبنا الآن بحق أننا دكاترة مطلبنا هو التوظيف كأساتدة داخل الجامعات الجزائرية بكل تخصصتها وبكل تخصصتها سواء ماجستير أو طالبة دكتوراه أو دكاترة جميل لكن الآن نحن كطالبة دكاترة بطالون من الآن فساعدا مطالب بالتوظيف المباشر في أيام قادمة إن شاء الله سيكون مطلبنا إذا لم تكون استجابة من قبل الوزارة الوصية العزوف عن أو عدم تدريس في الساعات الإضافية أو الساعات نعم الساعات العمل كأستاذ بساعات المؤقت فضل أستاذ حمد طحر فيما يخصنا كدكاترة من شهر الدكتوراه وطالبة الدكتوراه نحن نرى أننا جزء من الأسرة الجامعية نحن جزء لا يتجزأ من هذه الجامعة بالرغم أننا حاليا كدكاترة وحميلة شهر الدكتوراه بطالين إلا أننا نساهم بما يمكن في الإنتاج العلمي من خلال المقالات والمشاركة في الملتقيات العلمية والمشاركة في المجتمع المدني في الجمعيات في مخصر الجمعيات والفعاليات المجتمع المدني كذلك نحن نساهم في تغطية كل الأنشطة البداغوجية داخل الجامعة بما يوجد لنا من إمكانية نعم ولذلك نحن نؤكد على ضرورة إيجاد حل لهذه الفئة الشابة التي هي وقود الجامعة الجزائرية والتي ساهمت في السنوات القليلة الماضية من رفع الإنتاج العلم لأن هناك نقلة نوعية صحيح أنها ضعيفة نوعا ما إلا أنها مقارنة بسنوات سابقة أعطت صورة أخرى عن الجامعة الجزائرية من خلال هؤلاء طلبات الدكتوراه والدكاتيراه الشباب الذين يتحكمون في تخصصاتهم وكذلك في التقنيات الحديثة وكذلك قدرتهم على مواكبة التطورات في التدريس عن بعد في جامعات الجزائرية جميل لا ممكن هو آخر سؤال لدكتور طهر رئيس ماذا تقول للوزارة الوصية وأنت الآن تمثل هؤلاء من وقفوا كل أستاذ أو دكتور أو حامل شهادة ماجستار على مستوى الوطني من هذا المنبر نطالب الوزارة الوصية ونحن كدكاتيرا سواء دكاتيرا أو طلبة دكتوراه إن شاء الله لكل دكاتيرا التوظيف المباشر لهذه النقبة لأنها هي الأساس الجامعة هي أساس الجامعة أو أساس تحرك الجامعة وتقدمها وهي أساس للبحث وهي أساس هي الحلقة الأساسية طبعا في الجامعة هي الحلقة المؤطرة سواء تخرج طلبة الليسونس أو المستر أو الدكتوراه لأنه فيه نجد كل سنة فتح المئات أو الآلاف المناصب الدكتوراه لكن تجد المقابل نجد شح في تأطير طلبة الدكتوراه وهذا غير معقول أن تجد أستاذ الليسونسي عنده شاهدة الليسونس أو المستر يؤثر طالب دكتوراه وهذا غير معقول غير معقول طبعا آخر سؤال لدكتور محمد طهر حمود ماذا تقول من هذا المنبر هو نفس بصيغة أخرى نفس السؤال لموجه لدكتور طهر رئيس أوجه ندائين النداء الأول هو لزمالائنا دكاتيرا طلبة الدكتوراه وحميلي شهات الماجستان هو ضرورة تتجند للحصول على هذا الحق المشروع النداء الثاني هو موجه لسلطات المعنية الوزارة سيد رئيس الجمهورية سيد الوزير الأول وضرورة الاستجابة لهذا المطلب ضرورة إيجاد حلول ربما قد تأخذ وقت معين لكن على الأقل محاورة هذه الفئة تقبل أمر الواقع أن وجود دكتور بطال هي حالة غير عادية نعم جميل شكرا جزيلا لك دكتور محمد طهر حمود أستاذ علوم التسيير على الحضور على كل هذه التفاصيل الشكر الموصول أيضا لدكتور طهر رئيس دكتور في العلوم السياسية شكرا لكم على الحضور وعلى كل ما قدمتمه مشاهدين الظاهرة نيوز متواصلة لنا معكم موضوع ثاني بعد فاصل قصير ابقوا معنا